أعلن مجلس الشارقة للتعليم وجامعة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد في بيت الحكمة عن انطلاق وتنفيذ اثنين من الدبلومات المهنية لفئة الطلبة الموهوبين وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس المجلس والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة إذا كان من داء بشهر رمضان أن يأتي بالبشائر فإن وقائع المؤتمر الصحفي هذا حاملة الكثير منها حيث تم الإعلان عن انطلاق وتنفيذ برنامجين لفئة الطلبة الموهوبين فالطرف الأول هنا مجلس الشارقة للتعليم والآخر جامعة الشارقة حيث تستهدف هذه المبادرة تأهيل وتدريب عدد من الطلبة والعمل على إثراء معارفهم ومهاراتهم في عدد من التخصصات العلمية اليوم نحن بدأنا معهم دبلومين الدبلوم الأول يتعلق بالأرصاد الفلكي كذلك الدبلوم الثاني هو دبلوم مبرمج المستقبل وتم اختيار الطلاب بعناية شديدة أولا كان في اختبار للدكاء وكان في عدد من الطلاب ثم تم تصفيتهم بناء على الأعمار بناء على الرغبات إلى أن وصلنا إلى أنهم كنون 30 طالب 15 طالب في كل برنامج هذه برنامج هي مشاريع علماء سنأهلهم في 180 ساعة تدريبية وهذه الساعات التدريبية كلها ستكون ليس كساعات تقليدية وإنما بطريقة مختلفة التدريب سيكون كلها في مختبرات جامعة الشارقة وقاعات جامعة الشارقة لذلك أنا أعتقد هو الطالب لما يلتح في هذا البرامج ستكون عنده معلومة عن كيفية التعليم في الجامعة عن كيفية الأجهزة الموجودة عن المختبرات المتقدمة الموجودة في الجامعة برامج دبلومات المهنية هذه المطروحة لأول مرة على مستوى الدولة وفي المنطقة ستنفذ بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة وستتضم عدة محاور منها أنواع المراصد الفلكية والتولسكوبات الفلكية الأرضية والفضائية والقدرة على فكي وتركيب واستخدام التولسكوبات المختلفة ومعرفة خصائصي وأنواع وتطور الكواكب والنجوم وأجرام المجموعة الشمسية وتحليل أرصاد العناقد النجمية بالإضافة إلى التصوير الفلكي والأرصاد الفوتومترية والأرصاد الطيفية ترجمة نانسي قنقر